هن نساء حرفيات تفننت أيدي هن في صنع حلي ومنتجات محلية زينت أرويقة معرض الأسرة والمرأة المنتجة الذي أكيم بوزارة الخارجية بهدف التعريف بالصناعات التقليدية والموروث الثقافي الذي تسخر به الجزائر إن ترقية إبداعات المرأة لم يقتصر على المستوى الوطني فحسب وإنما ماضون في التعريف بمؤاهلاتها على المستوى الدولي من خلال تنظيم فعاليات كالتي تجمعنا اليوم وكذا برامج التعاون مع مختلف المنظمات الأممية إلى جانب التبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة تمكين المرأة أصبح جزء أساسي في برامج الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة في مختلف مجالات التنمية فدور وزارة الخارجية أن تكون البوتقة التي تنصهر فيها المساهمات الجزائرية وجعلها تؤثر على الخيارات التي تتم عند وضع هذه البرامج ورغم مختلف التسهيلات وبرامج الدعم التي تقدمها الدولة للتشجيع الحرفيات لا تزال بعض العراقيل تعترض طريقهم إحترانذا المتحدة لتحدثين المتحدة الخارجية وإن اختلفت مجالات تكوين هؤلاء الحرفيات يبقى الهدف واحد كسر الصورة النمطية عن المرأة الماكثة في البيت والمساهمة في بعث الإنعاش الاقتصادي